اشتركوا في القناة مروقن عند بريتيش نكمل معكم مع مستجدات تأشيرة السياحة البريطانية ونعطيكم بعض المعلومات عن التواريخ التي حصلتها التأشيرات وكذلك بعض أسباب الرفض إذن هذا الشخص هنا يقول الحمد لله الرد بعد 11 يوما فقط إذن كما نعرف الرد يأتي بعد 3 أسابيع فما فوق لكن هناك بعض القضايا التي يكون فيها الرد بشكل سريع جدا إذن هذا الشخص هنا حصل على تأشيرته بعد 11 يوما فقط إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم لجدته على تأشيرة السياحة بريطانيا يقول بأنها قدمت معلومتها البيومتريا في 22 من مارس من الآم 2023 وفي الأول من أبريل تلقت إيميل يخبرناها بأن القضية ليست سلسة ولم يتم تحويلها لمكتب اتخاذ القرار إذن إذن لم يتخذ القرار في هذه القضية لكن في 21 من أبريل تم إخبارها لأنه قد تم إتخاذ القرار وكانت تأشيرة ناجحة إذن حصلت على تأشيرتها بعد 29 يوما تقريبا إذن نمر الآن لمعالج بعض المسائل التي قام بطرحها بعض الأشخاص ونبدأ مع أول مسألة إذن هذا الشخص هنا يقول After how many days one can reply if these visa refused things إذن يقول كم هي المدة التي يمكن أن يقوم بالتقديم مجددا إذا تم رفض تأشيرته إذن بعض الأشخاص قالوا بأنه يجب عليه أن يأخذ وقته الكافي لتعديل الأمور التي تم رفضه بسببها إذن take time to resolve the issues of refusal with strong evidence and submit best of luck إذن يجب عليه أن يقوم بتعديل الأمور التي تم رفضه من أجلها ويقوم مجددا بالتقديم إذن شخص آخر يقول You can anytime do proper documentation and reapply إذن يمكنك أن تقوم بالتقديم مجددا فقط قم بإصلاح الملف الخاص بك وكذلك تجاوز الأمور التي تم رفضك من أجلها إذن نمر إلى مسألة أخرى هذا الشخص هنا يقول يقول بأن والدته حصلت على تأشير سياحة بريطانيا وبأن جواز سفرها ستنتهي صلاحيته في العام المقبل إذن هل سيكون هناك مشكلة إذا جددت جواز السفر الخاص بها إذن كجواب No, she will need to use both passports to travel to the UK إذن يمكنها أن تقوم بتجديد جواز السفر الخاص بها ويمكن أن تذهب إلى المطار باستعمال جوازين معك إذن شخص آخر يقول My UK visit visa got refused second time I had a very strong sponsorship I have proved strong ties, bank statements and every required documents Reasons for refusals is that Why I am receiving another amount in my bank account excluding my salary And that amount is my benefits and advanced salaries إذن يسأل بأنه قد تم معرفة تأشيرة السياحة الخاصة به للمرة الثانية ويقول كذلك بأن السبب هو أنهم أخبروه لماذا هناك مصدر أو مبلغ آخر للمان غير الراتب الشهري الخاص به إذن بعض الأشخاص علقوا القائلين لماذا قمت بإرفع الكشفات البنكية الخاصة بك هذا الشخص هنا يقول My mother visit visa got rejected because of these two reasons I am fully sponsor of this trip and I submitted my salary slips and bank statement As my mother is housewife and no income source How can I avoid these points for next application إذن يقول بأنه قد تكفل ماديا بوالدته لأنها لا تعمل وأظهر كشفاته البنكية وكشفات الدخل الخاصة به إذن بعد معاينة أسباب الرفض وقراءتها بتماعون يظهر لنا بأنه تم رفض هذه التأشيرة لسببين السبب الأول هو أن هذا الشخص أظهر بعض الكشفات البنكية وكشفات الدخل الخاصة به لكن أخبروه بأنه من هذه الكشفات البنكية التي قام بإظهارها وهذه الأرقام يتبين بأنه غير قادر على تمويل هذه الرحلة الخاصة بوالدته والسبب الثاني لأنه والدته لا تعمل وليس لديها ممتلكات وكذلك ليس لديها علاقات تربطها مع الأقارب أو مع العائلة لذلك فهم يظنون بأنها لن تغادر المملكة المتحدة بعد انتهاء مدة الصلاحية الخاصة بتأشيرتها إذن كانت هذه هي أسباب الرفض وحتى يتفادى هذه الأسباب يجب عليه الانتظار حتى يحصل على جواز السفر الخاص به إذا كان مقيما بشكل يخول له الحصول على جواز السفر ثم يمكن لوالدته أن تلتحق به عبر تأشيرة لم الشمل إذن بما أن لديها ابن في بريطانيا ولديه جمسية بريطانيا يمكنها أن تلتحق به عبر تأشيرة لم الشمل شخص آخر قام بمشاركة أسباب الرفض الخاصة به إذن أسباب الرفض الخاصة بهذه القضية هي أسباب متعلقة بأمور مادية إذن الأسباب أو السبب الرئيسي هو سبب مادية إذن بعد قراءة هذه الأسباب يمكن أن نستخلص بأن السبب الذي كان وراء رفض هذه التأشيرة هو عدم إظهار مصدر المال حيث تم دخ مبلغ مالي في حسابه خلال ثلاث أشهر لكنه لم يقم بالتعليل من أين مصدر المال إذن هذه الأمور يأخذ الهوم أوفيس يأخذها بعين الاعتبار إذن إذا تم دخ مبلغ مالي في الحساب ولم يتم إظهار مصدر هذا المال إذن سيشكل هذا عائقا في حصول هذا الشخص على التأشير إذن هذا الشخص يجب عليه أن لا يضع مبالغ مالية بدون أن يقوم بالتعليل أو إظهار المصادر التي تم جلبه أو الحصول على المسائل الأخرى هذا الشخص هنا يقول إذن يقول ماذا يتوجب علينا عن النفل حتى نقوم بتمديد تأشيرة السياحة إذن تأشيرة السياحة لا يمكن تمديدها يجب عليك أن تعود إلى بلدك الأصلي وتقدم من جديد لتأشيرة أخرى إذن شخص آخر يقول يقول بأنه إذا تم رفض التأشيرة الخاصة به هل يمكنه أن يطعنى في ذلك القرار؟ وهو يعرف بأنه في رسالة الرفض يقولون بأنه لا يمكنك أن تطعنى في هذا القرار إذن بعض الأشخاص علق قائلا بأنه إذن من الأفضل أن تقدم مجددا للتأشيرة بعد أن تم رفضك أحسن من أن تقوم بالبحث عن طريقة للطعن في هذا القرار لأنه لا يمكنك ذلك إذن أخيرا أصدقائي نقدم لكم بعض المعلومات الخاصة بنسب الرفض بناء على رغبات بعض المتابعين الكرام إذن بالنسبة هناك نسب رفض مرتفعة بالنسبة لشهر مارس وكذلك بعض الحالات من شهر أبريل لكن إن شاء الله نأمل أنه في الأشهر القادمة سيكون معدل الرفض أقل فربما سيكون هناك محاولة لتعديل الكفة بين الرفض والقبول خاصة وأن الأشهر القادمة هي أشهر خاصة بالوطل وتكون حركة السياحة فيها حركة مرتفعة إذن نأمل إن شاء الله أن يتم تعديل الكفة فيما يخص القبول إذن نلقاكم في حلقة أخرى أصدقائي شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة